مع ارتفاع درجات الحرارة هل يجوز الذهاب إلى شاطئ البحر للاستجمام؟ هذا ما سنتعرف عليه من خلال هذا الفيديو فتابعوا معنا ولكن قبل أن نبدأ رجاء ادعموا هذا الفيديو بالإعجاب وشاركوه لتعم الفائدة لأن الدالة الخير كفائلة إخواني كرام ينبغي التنبيه في البداية إلى أن الانفتاح على المجتمع إنما يكون بمشاركته في الخير ودعوته إلى الله ومساعدته على حل مشاكله بالطرق الشرعية ونحو ذلك لا بمشاركته فيما يتنفى مع أخلاقنا وآذبنا مما قد تترتب عليه بعض المخالفات مع عدم القدرة على الإنكار وذلك مثل إتيان الشواطئ التي تتعرفها النساء وتختلط بالرجال مع عدم القدرة على إنكار ذلك أما بخصوص الحكم الشرعي فإن العلماء رحمه الله يفرقون بين الحكم الأصلي للمسألة وبين الحكم العارض ونضرب على ذلك أمثلة حتى يتبين الأمر ويتضح فحكم بيع العنب الجواز وهذا هو الحكم الأصلي ولكن إن علم أن من سيشتري العنب سيتخذ منه خمرا أصبح البيع محرما والحكم بالحرمة حكم عارض مثال آخر بيع السلاح جائز وهذا حكم أصلي ولكن بيع السلاح لطائفة من المسلمين لتقتل طائفة مسلمة أخرى لا يجوز وهذا حكم عارض وهكذا فقس وعليه فإن سباحة المرأة في البحر أو في مسبح لا مانع منها وحكمها الأصلي الجواز ولكن إن ترتب على ذلك نظر إلى العورات أو خلوة محرمة أو فتن فيحرم عندئذ ويكون هذا الحكم عارضا فمتى انتفت هذه العوارض عاد الحكم إلى الجواز وذهاب جمع من الرجال بنسائهم إلى البحر للسباحة إن كان لا يترتب عليه أي من المفاسد المذكورة جائز هذا إن كان النساء سيصبحن متحجبات متستيرات بحيث لا ينظر إليهن أجنبي وهن على حالة غير مرضية شرعا وأما النظر إلى جمعهن لتفقد حالهن وهن على الحجاب الكامل فلا مانع منه إن أمنت الفتنة غير أنه يجب التنبيه إلى أنه وإن تحققت الضوابط المذكورة لا يعني ذلك لإقدام على هذا الأمر فإن المسلم قد يترك أمورا من مباحة حفظا لأرضه وصيانة لنفسه من أن يتكلم الناس فيه وقد عد الفقاهة رحمهم الله أمورا تقضح في مرؤة الرجل وفعلها من المباحة كالأكل في الطرقات ولذا فصحب المرؤى يجتنب بعض الأمور وإن كانت مباحة تفاديا لأمور أخرى والله أعلم وصلى الله وسلم وبركة نبينا محمد وعلى آله اللهم أرحموا أقفل لكل ما شارك هذا المقطع شاركوه ليستفيد منه وألكم من المسلمين تنالوا أجرى الدال لأخير كفايله وتركوا تعليقا بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم واعلموا أن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بعشر اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر